دايماً يمكن العربيات بتعطل على الطريق لأدفع الأسباب وبعد ما بجيب وينش وأقطرها أو أوديها لمكان الصيانة أو أروح للميكانيكي باكتشف أن العطل تافه جداً إزاي أقدر أنا أبقى تلمومتر نفسي إزاي أنا أبقى عارف السبب الرئيسي اللي موجود يعني حبل ما أرفع العربية وأجيب وينش لا أقدر لنا موقفت أبص على حاجة أو اتنين أو تلاتة أو دول مش موجودين يبقى في الحالة دي ألجأ للوينش في حاجة أنت موضوع العطل لو عطل كامل العربية ما بتدورش معاك أنت مضطر تجيب وينش ودي إحنا متفقين عليها كلنا طالما العربية ما بتدورش في لومة تحذيرية بتظهر لك على الطابلو لقيت مثلاً أي لومة لونها أحمر ظهرت على الطابلو لازم توقف وتطلب المساعدة من وينش بقى أو فني أو أي عربية أعطال تجي لك لأن في دلوقتي عربية أعطال بتتحرك وبتيجي صحيح اللومة اللي هي الخطر أي لومة حمرة تظهر دي خطر أي لومة صفرة دي معناها توجه لأقرب مركز سيان اللي هي مثلاً لومة المطور كده يبقى فيه مشكلة إحنا مش عارفين إيه هي فهنروح نعرف بس ما فيش مشكلة أنك تمشي بالعربية ته لومة صفرة اللومة الخضرة دي ما فيهاش أي مشكلة خالص دي بتقولك بس أن فيه حاجة أنت مشغالها فيه مثلاً زرار معين أنت مشغاله زي زرار الإيكو فيه لومة محروقة فيه حاجات صغيرة اللومة المحروقة مش هتبقى خاضر هيبقى ألارم كده برضو طالع بلوق شكل لومة فيه تعكويتش ده بيبقى لونه أصفر اللي يوقفك بقى وتخليك تطلق الأحمر الأحمر ده ممكن يبوز المطور لو مشيت عليه وممكن يعمل مشكلة أكبر المكناة تسخن بزيادة فما نضمنش إيه اللي ممكن يحصل في الحار فأنت أفضل حاجة في الحاجات اللي هي لومة الحمرة توقف على اليمين وتكلم الفني أو تكلم الوينش هي دي الحالة الوحيدة اللي أنت مرتبطتش فيه يعني في بداية ظهور الألارم أو الإنظار الأحمر توقف أقف أنا في الأمان يعني طالما ظهر لي ظهر لك دي أنت كده في الأمان أشوف أول يمين وقف عليك بالضبط كانت توقف يمين آمن ومفيش مشكلة ظهر لك ومشيت أنت كده في الخطر في العربية نفسها لا تلومن إلا نفسك بقى بس أنت ممكن تخسر المطور نفسه خلاص يعني هو بقى أنت مش ضامن هو ناقص اللمبتين دول يأما زيت يأما ميا صحيح دول أخطر حاجة زيت ناقص ميا ناقصة أنت كده مش في الأمان نهائي فلازم توقف وتكلم حد يأما وينش يأما مركز مثلا بيبعث لك عربية أو حاجات زي كده ودي موجودة ترجمة نانسي قنقر